اشتركوا في القناة وأوجه التعاون والتنسيق بينهما وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال الزيارة على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية عبر الشراكة القائمة في شتى المجالات وما تشهده هذه العلاقة من تطور ونماء مستمر خاصة في المجال العسكري مشيدا سموه بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البحرين وأمريكا باعتبارها علاقات نموذجية في المنطقة وناقش سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع المسؤولين في المركز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والدفع بها بما يخدم مصالح البلدين مؤكدا سموه حرص المملكة واهتمامها على تطوير وتفعيل هذه العلاقات ونقلها إلى مجالات وأفاق أرحب وقال سموه أن الزيارة تأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين الصديقين وتصب ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تعزيز التعاون والعمل في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف ترجمة نانسي قنقر